موسيقى أعزائي مشاهدين أهلا بكم في حلقة آخر السنة بتاعة عيادة العيون النهاردة حقيقة هنكلم على حدث كبير حصل في مصر الويكند الفادة مؤتمر الشرق أوسطي الأول لأورام العيون واللي حياة تتعيشنا فيه وتحدثنا فيه عن كثير مما أحص أورام العيون في منطقتنا في مصر وفي الشرق الأوسط حياة وكان مؤتمر حياة يعني الناس كلها وصفتوا أنه ناجح زماننا من حوالي 12 دولة أصروا على القدوم إلى مصر وقدمنا مادة علمية قوية وحدثنا معلوماتنا وكمان يعني أحضرنا للانتباه لأطباءنا في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط يعني شي حاجة اسمها أورام العيون لازم ناخد بالنا منها ولازم نعرف نعالجها باختلاف أنواعها لأن أورام العيون حاجة ممتدة من أول الرموش والوصيلات اللي بيطلع منها الرموش لغاية المخ وكل ده بنشوفه في العين بالطول كده وإحنا معدين على الجفون وعلى سطح العين وعلى القرانية وعلى داخل العين وعلى العصب البصري وعلى خلف العين وعلى القناة الدمعية فموضوع كبير وموضوع حياة تحصص مهم وقدرنا الحقيقة أن نجذب الانتباه لهذه الآفة اللي هي منها حميد ومنها سرطاني منها وراثي منها غير وراثي منها إنما بيظهر في العين بيعكس استعداد في الجسم كله أو أورام متعددة أخرى جاي منها هذه البقرة اللي في العين من ورام آخر زي أورام الثادي مثلا عند السيدات أو أورام الرئة عند الرجال أو أورام البروستاتا أو المبايد وخلافه وحاجة كتير جدا جدا نقشناها على مدار يومين في 80 محضرة أساسة الجامعات المصرية كلهم شرفونا وزارة الصحة شرفتنا الهيئة الصحية أو الطبية بتاعت الجيش برضو شرفونا في المؤتمر والحقيقة يعني كل المؤتمر بالنجاح بحضور الجامع الحضر مش بس كده كمان ده إحنا كمان العزمنا تحصات أخرى يعني إحنا عشان منطقة نايم حوالينا الجيوب الأنفية مثلا يعني فكان فيه تحصات الأنف الأوض الموجودة جراحات الوجه وفكين كانت موجودة العلم الأنسجة كان موجود وده عدد أهمية التواصل بين التحصات المختلفة يعني مهم جدا جدا أن نتواصل بين التحصات المختلفة في منطقة العين أو منطقة الرأس والرقبة يعني دي حاجة في منتهى الأهمية عشان ندي نتيجة أفضل لمرضانة والحقيقة الفرق متكونة يعني الفرق الطبية الجهزة في الجراحات المعقدة أنا ما نلاقي حاجة طالعة في الجيب الأنفي ومتدة للعين ومتدة للمخ فالفريق المكون من دكتور العيون المتحصص ودكتور الأنف أزن الماهر ودكتور المخ وعصاب الشاطر جدا يعني كل ده موجودين نتيم أب كده في عملية واحدة نخلص من المشكلة زمان كان المريض بيتجزق ودي حاجة الحقيقة متحبهاش لأن مش عايزين لما بنشيل لها دعو حاجة لها دعو بالأورام بفعش نشيل حتة ونسيب حتة لزمانة يشيل حتة التانية بعد بكرة وبعد أسبوعين نشيل حتة التالتة كلام ده كلام لا يطبق في علم الأورام بداية الأورام السرطانية النهاردة هتحدث على حاجة tip topic يعني محدد يعني مش بقول هنقول 80 محاضرة في هذه الساعة السريعة لكن النهاردة هنكلم على حاجة محددة وهي بتصيب الأولاد الصغيرين الحقيقة الشباب الصغير في سن سنة أو سنتين من شهور متعددة لغاية 7-8-9-10 سنين وهي الاسم الكبير لحلق النهاردة الحدقة البيضاء الحدقة البيضاء دي احنا بنعبر عنها بلهجة تانية بنقول عين القط وعين القط دي احضر من عين القط في تكرج الجملة دي لأن عين القط هنا منتكلم عن نواحد ساعة عربيته بالليل وفي قطة كده بسط لنا والنور العربية ضرب فيها الريفلكس اللي جاي من العين بتاع القطة رفلكس أبيض ليه؟ لأن توزيع الصبغط وتوزيع الخلايا الفلاتر في عينة القط بترجع النور الأبيض فالبنت الجميلة دي الحياة الصورة دي محباة جدا لأن هنا بتعكس الأشياء الحلوة قوي المعمول من مكونات محلية وهنا رفلكس بتاع نور الفلاش لو تاخدوا بالكو العين اليمين هنا عين بيضاء عكس العين الشمال شمال المريضة دايما بتكلم عن مريضة عين شو عينها هي الشمال اللي هي يمين الشاشة أو عينها اللي يمين الشاشة اللي هي بيضاء هذه البنت الجميلة اللي جاية من الريف المصري الأصيل أهلها لاحظوا وهي عندها خمسة سنين إن فيه لمع بيضاء أو رفلكس أبيض كده جاي من عينها اليمين الكلام ده زي ما قلت حضراتكم كده قد يظهر في سن مبكر يعني شهور والحقيقة إحنا تعودنا في شهراناتنا كده إن إحنا نصدق الأم لأن أول سنة أو أول ست شهور بالذات في حياة الطفل الأم لايش حاجة في الدنيا تعملها غير إن هي تبص في عين طفلها فقط لا غير وبالتالي هي بتلاحظ الفروقات حاولوا كده إن يكون في مكان مألوف مكان عمل يومي تبصوا على تبلوء قدامك كده بعد ما تبص عليه تلاتين مرة هتلاقي تطلع فيه الدفوهات ودي حاجة عشان كده إحنا دايماً كلام الأم مصدق جداً في أول ست شهور في أول سنة فدكتور الأطفال لما بيسمع هذا الكلام وتباتك بتبص لقي قرون استشعار كده انتبهت وتوجس خيفة ولازم يبعطه الدكتور أن يومي متخصص عشان يفحص لين خوفاً من يكون فيها سرطان بهذا الحجم السلام عليكم وعليكم السلام وحضر الله وبركاته دكتور بس سمحت أنا بنتي عندها سنة وغاد دلوقتي ما نزلتش دموع وفيه حوالين عينيها دايماً قشرة وكشفت عليها دكتور قالي إن هي عندها كده من ثلاثة في القرارة دمعية ذلك كلام دمك أنا عندها ست شهور وهي عندها سنة دلوقتي مافيش دموع وكشفت تاني قال لأ هي مافيش حاجة بس مافيش دموع دلوقتي وفيه إشرة حوالين عينيها بتطلع على طول يعني إيه مافيش دموع يا فندم يعني مافيش دموع بتنزل منها بتعيط من غير دموع أصعب بوكة ده بوكة من غير دموع طيب لكن آآ لكن هي عنيها طبيعية مش كده لمعت عينيها طبيعية آآ النين البني انت شايفة كويس بتشوفك وبتنتحك لك وبتلات تحبي ما بتخبطش في الحاجات مش كده؟ آآ لا هي تمام في كل حاجة بس هي قد بتورش في عينيها جامي طيب ماشي الحال إحنا عندنا مشكلة لها دعوة بالجلد ملاش دعوة بالعين واعتقد ان دي في بعض الأطفال حيات ببشراتهم بتبقى جافة شوية واعتقد برضو ده محتاج بعض المرتبات الخفيفة آآ آآ عشان الكريمات والحاجات اللي هي العادية اللي هي بتزود نسبة المية في الجلد اللي هي الإيموليونس ودي يعني اعتقد مشكلة تبقى سهلة في هذا الحد يعني لغاية هنا بس خدوا بالك برضو ان بعض الأمراض الجلدية بتظهر في سن بدري شوية فإحنا محتاجين برضو ناخد رأي لو دكتور العيون أفادش قوي في الكلام ده وملقاش إشرة أو لأ حاجة يشاور عليها بعين ويعني اخدي رأي حد من زبلائنا بتوع الجلدية تخصص الأطفال لأن قد يكون الجفاف ده في جسمها كله جلدها خشن شوية بتكون قشر شوية وده قد يعكس بعض المشاكل اللي هي محتاجة علاج وعيسة ما تستعجيش انها تعيط يعني ده لسه هي بحتشوف ملوي كتير يا فالحضقة البيضاء زي ما قلنا كده قد تعكس سرطانات في الشبكية في الأطفال وقد تعكس أشياء أخرى أشياء أخرى هي أقل حدة وأقل شراسة من الأورام السرطانية لأن فيش حاجة أكثر شراسة من الأورام السرطانية فمنها المياه البيضاء الخلقية مثلا منها أطفال الحضانات أطفال الحضانات اللي هم لم يفحصوا عند شهر بعد الولادة والحياة الموضوع ده لن أكله ولن أمله كلام عنه لغاية ما ينتهي العمى الناتج عند طفل الحضانة أو الطفل المولود قبل معاده في مصر حياة وغاية ما وزير الصحة يشرع قانون يعني يلزم الأب والأم يعني قانون أن هم يفحصوا عيون الأطفال شهر بعد الولادة أطفال الحضانات اللي هم وزنهم أقل من كيلو نص وإيه وتولدوا قبل 32 أسبوع الحاجة دي في مدتها الأهمية لأن هنا فعلا إحنا بنمنا عمى إحنا فعلا بنكافح عمى هو ده قانون يطلع طفل الحضانة شهر لازم يتفحص طفل هو خارج دكتور الأطفال يمضي الأهله إن هو لازم يتفحص ولهو قاعد في الحضانة إحنا بنروح نفحصه ده يخلص عمى منها أمراض لها دعوة بألواية دموية وهي شغالة بطريقة غير طبيعية ويمكن الصورة المجمعة صورة رقم 3 كده أستاذ الشام بتبين هذه الأحوال اللي فيها الطفل ليه حاجات متعددة ولكن فيه أسباب مختلفة لهذه الأورام زي ما ذكرت هتيجي الصورة كمان شوية وحنتكلم النهاردة عن كل أسباب الحضقة البيضاء أو الأسباب الأكثر شيوعا الأكثر شيوعا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أنا أبني أتولد فبعدين جيت بعد سنة رفت كشفت عليه عنده حاول وعنده عين الثانية رحت أشوفها لقيت قالولي عند عب خلقي ما بيشوفش بيها العين اللي هي فيها مايا بيضة وقالولي ما لوش أي عملية مايا بيضة وعب خلقي ما يقدرش حط العماس عملية مش هينفع يشوف بعدها هل ابن حضرتك مولود قبل معاده؟ لا أنا أتولد ودخل حضانه كان وزنه قدية ما تولد فنه تولد عنده ثلاثة كيلو ودخل حضانه وبعدها جاله التهابري أول تمام وقعد قدية في الحضانه؟ قعد عشرة فيام بس خرج برضه يعني خرج رئيس على صدر وغدة وبرده بعدها بشهرين اتحجز 18 في عشر فيام ورجع يتحجز ثاني بعد 14 فيام تمام وهو عنده مية بيضة في عين وعنده مشكلة أخرى في عين تانية؟ العين التانية هم عايزين يعملونه اللي هي العين التانية حاول السليمة حاول والتانية فيها مية بيضة وفيها في بيقولولي في إزاز عليها يعني هي بيقولولي ما لهاش علاج هاي انت عارضك ان هي عنده مية بيضة وانفصال في الجسم الزجاجي فبالتالي ده ده اللي عامل المشكلة طيب انا بس اروحك وقالوا في عين خلوكي ما يداروش عاملوله حاجة انا رفت به المستشفى المستشفى قالوا لي ما ينفعش لي أي عملية هل أباباتي اسمعني بس بس سيد ريهام انت وزوجك أقارب؟ لا مش أقارب يا دكتوران طيب انا معلش انا حتاجك بس تسيبي رقمك في الكنترول احنا هيا متخصصين قوي في جراحات الشبكية بتاع الأطفال وبيجينا ناس من الدنيا كلها الحياة مش في مصر بس فدي مش دي يعني خلينا بس نبص عليه كده الاول وما تستعجليش بعملية الحاول ان هي العين اللي هي ما بيشوفش بها هي اللي بتحول عادة فيعني حنا هنعمل عملية لايه يعني احنا ليه بنشوف دغري ليه اليمين دي والشمال دي دايما دغري مش لعناش حاول لان النظر في اليمين قد النظر في الشمال فالمخ مهتم ان يخليهم متوازين ويتحركوا مع بعض في كل الاتجاهات فبالتالي لو العين دي ضعيفة هتتحرك في اي اتجاه بتدور على صورة فمالوش معنا نعمل عملية حاول وانا مش شايف الحاول حيرجع تاني مية في المية حيرجع تاني ولو بعد حين فلو بنتكلم على الحدقة البيضاء هنا اربع اطفال الحياة في سن مختلفة وهؤلاء الاطفال عندهم مشكلة حدقة بيضاء المشكلة دي اسبابها متعددة وكل واحد منه عنده حاجة من اشهر اسباب الحدقة البيضاء المياه البيضاء الخلقية ويمكن الاستاذة ريهام يعني بتوصف هذا هي المشكلة التي تعكس وراء انفسار شبكي في بعض الاحيان كل ما البيضاء فقط هي الموجودة وده اجراء بسيط بنعمله حتى لو اجراء معقد زي ابن الاستاذة ريهام اللي بنعمل فيه حاجة اسمه عملية جسم زجاجي وبنفرد الشبكية قدر المستطاع حسب سبب انفسار الشبكي في هذه الحالة بس هو للفكرة لازم نعرفين عنده ايه بالظبط عشان برضو نبقى عارفين ازاي نتصرف معه هل ده فعلا نعب خلقي هل ده التهابات حصلت في اول ثلاث شهور في الحمل هل ده حاجة نتيجة ان هو خد اكسوجين او تحط في الحضانة فترة وما تفحصتش يعني ما نعرفش لازم برضو نعرف ونشخص هذا السبب لضعف الابصار في هذا السن وزي ما قلت لحضرتك تخصص شبكات الاطفال ده تخصص نيدر والشبكة بتعمل مش حاجة ما بتعملش طبعا لو فيه potential لنظر او فيه امكانية لنظر تنظر الام تنظر الام الى الطفل ابنها وهي بتردعه وهي بتغيرله وتلاحظ لمع بيضاء هذه لمع بيضاء قد تظهر كلمع بيضاء او قد تظهر كحاول والحقيقة الحاول وكل زماننا دكاترة العيون عارفين الكلام ده لما يبقى فيه طفل عنده حاول فسن مبكرة ست شهور سنة الاولانية لازم نفحص نوسع الحدقة ونحط له قطرة وندور على سبب لان هو قد يكون من اسباب الحاول وجود ورم على مركز الابصار يمنع الرؤية فالطفل عمال يقول لنا يا جماعة انا مش شايف بالعين دي العين المحولة دي انا مش شايف بيها يا جماعة انا مش شايف بيها يا ام الحايني يا جماعة خدوني للدكتور واحنا مش واخدين بنا ام محمد عندها استفسار سلام عليكم السلام عليكم بقول لي حضرتك يا دكتور انا انا عندي خمسين سنة ايوة وعناي من فوق على طول ورمى ونزلة كده كاسيا لتنين من في جلد زيادة عامل زي فارف كده صح اه في اه اه ايوة حضرتك روح تكشفت قال لي عندك اه جفاف بس ما فيش هاي اكتر من كده اه وانا عناي على طول ورمى كده وعملالي يعني ام محمد انت رفع حواجبك طول الوقت يعني عما تبص في المراكة اتلاقي حواجبك مرفوعة والجابها مكرمشة شوية لا اه بذ ان هي كاسيا خلاص لان انا وهي كاسيا بس رد على سؤالي هل انت تاخد بالك ان تحت التحجيبة ولا انت باشية دايما حواجبك مرفوعة كده والجابها مكرمشة شوية يمكن الناس خدت على شكل كده انش عارف غالبا هتلاقي الدنيا كده بس احنا ما بناخدش بالنا من الموضوع اه اه بتطرق مشكلة مهمة اه ليها دعوة بالسن والسيدات طبعا ما بيوصلوش ابدا 50 سنة نتكلم بعد 30 الجفن هنا بيضعف شوية العضلة بترفع الجفن بتضعف شوية فبالتالي نرفع حواجبنا عشان نحاول نسند العضلة ونرفع ايه العضلة الجفن بالعضلة بتاعتنا فبالتالي يبقى عندنا النظر المدهجة طول الوقت الحاجة عشان يعني كتير من سيدات مصر محجبات اه اه وحتى الشباب الصغير فبلاقي التحجيبة بتغطي رفعة الحاجب دي والكرمشة المستمرة رفع العضلة هنا مش وظيفتها انها تشتغل طول وقت ما يفعش نمسك كيلو اي حاجة ونقضى اعمل كده طول يوم ما يفعش بنتعب بعد شوية فبالتالي على اخر اليوم تميل او يميل الاشخاص اللي هما بيعملوا كده ان هما يروحوا قفلين عينيهم ومرايحين العضلة ويحسوا باجهاد وارهاق يرتاحوا لما يخشوا يناموا او يقفروا ديهم حتى فبالتالي احنا بنكتشف هذا الموضوع بنتعامل كمان مع التكاييسات الزيادة عملنا حلقة افتكر من قريب عن موضوع التكاييسات الزيادة وازاي الدهون الزيادة والانتفاخات الزيادة دي بتحتاج تدخل جراحي دقيق نشيل فيها كل هذه المشاكل والمسائل اللي هي مش طبقية فبالتالي ممكن نعمل تدخل وتدخل ده يصلح الاتنين يشيل اللي هي التكاييسات حول العين اللي هي بتدي حضرتك حوالي عشر سين زيادة في عمرك وفي نفس الوقت نشيل الدهون اللي موجودة ونصلح العضلة ونرجع الجيف لمكانه عشان ننسدال الموجودة عند حضرتك ده يستقر استاذ محمد عنده استفسار تفضل وعليكم السرعة محترافة بلقاته يا اهلا سهلا يا فندم هو كان معي احمد ابن انا كان طلاله في عينيه كده تحتني في حبات بقعة سودة في عينيه موجودة عمره قد هي يا فندم عمر ثلاث سنون ممتاز والبقعة السودة دي موجودة حوالين انني الابيض مش كده حوالين انني الاسود يعني في البيض نفسه ايوه حضرتك مشكلة كان عنده هو صغير اه كان اه حضرتك مشكلة في الولادة وكان اه موضوع نفس الاجتسويين في اه عنده في عملهم اه نظام ايه بعد الضمور في المخ اه ايوه ضمور جزء بسوء الحمدلله تعالج منه وبالتابع حالين عن دكتور مخ واعصا والحمدلله بسوء بسوء نفسه ايوه بسوء عن دكتور انه ده رمض ربيعي فمش عارف ايه الرمض ربيعي كان بيهرش في عينيه فندم؟ اه كان فيه واحيانا تحس فيه في عينه كده اللي هو تحس عينه كده بمحمرة خالص قنات الدمعية محمد قل تلاتين حاجة دلوقتي خلاص انا احاول ارد عليك قادر ما افهمت يعني بلاشت داخل حاجات في بعضها البوعه السوداء على البيض ده بعض الصبغة متجمعة تحت الملتحمة او وحمة موجودة فوق الملتحمة لو لها شريان كده بيغزيها عامل زي ديل الفور كده بيغزيها كده دغري يبقى دي وحمة حميدة عادة ما تظهرش بسنة تظهر بسن 7-8 سنين كده مع التغير الهرموني للطفل فيعني برضو دي حاجات حميدة ما تزعجناش كتير رمض ربيع قصة مختلفة السيدات القطنة ما هي قصة ثالثة مختلفة أستاذ محمد فخليك محدد ما يفعش تاخد كل حاجة مع بعضها نشوف صورة رقم 3 لأن دي لها مدلول مهم جدا 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 الأم هنا شافت حاول في عين الطفل والطفل جاي بهذا الحاول بوسعت الحدقة ولقينا لو تاخدوا بالكو الدسك الأحمر الصغير متعارفين دلوقتي قاع راين والشبكية وكل حاجة دسك الأحمر الصغير على يمين الشاشة ده العصب البصري البتاع البيضة دي عبارة عن ورم سرطاني في شبكية العين شايفين العروق الطويلة دي حضناء وهذه العروق الطويلة للحضناء في مركز الإبصار ده مركز الإبصار بين الخطوط الحمرة اللي فوق والخطوط الحمرة اللي تحت تحول مركز الإبصار لكتلة من الورم السرطاني وفقدنا الإبصار وأتت أم الطفل وأب الطفل هنا بيشتكوا من حاول أنسي في الأطفال حاول أنسي معناه أن راين دخلة ناحية الأنف في هذه الأحيان ترجعني يا سيد الشام لو سمحت الحاول أنسي راين بتبقى دخلة لجوه وده من أهم أسبابه أو من أخطر أسبابه الورم السرطاني الموجود على مركز الإبصار وخدوا بالكم أن قد تظهر هذه اللمعة في مراحل بدري وممكن تشتكي منها الأم بس لازم ننتبه تماما أن الورم السرطاني ده هو اللي عامل المشاكل ولازم قاعدة عامة كل ده كاترت لهنا بجلهم الطفل عنده حاول لازم نوسع العين وبص على العين وناخد مقسات العين ونعمل شوية حاجات كتير قوي منها أنه نطمن ما فيش مصيبة أو بلوة زي دي إحنا مش واخدين بلنا منها لو حنتكلم على سرطانات الشبكية في الأطفال اللي هي اسمها ريتنو بلاستوما وريتنو بلاستوما الحقيقة ده تحصص مهم يعني وفريد لأنه بيؤثر أو بيتكلم على حياة طفل بقى نحن مش بكلم على طفل بيشوف ولا أقا أو طفل حيمشي ولا مش حيمشي حتكلم طفل حيش ولا حيموت لأن سرطانات دي لو سبناها حتؤثر على حياة الطفل وتؤدي إلى منعطف حياة صحيق وغويت ومؤلم يعني فدي حاجة في منتهى الأممية ليها دعوة بالوراطة لو الأب والأم فقدوا إنهم صغيرين أو يتعالجوا من أورام سرطانية قد يصيب الورم البويضة الملقحة هي دي صفة سائدة فدي ملاش دعوة بجواز القرائب يعني ملاش دعوة لو ابن خالي ولا ابن عم ملاش ألا أخو حالص لو أنا شخص كان عندي ورم سرطاني بشبكة من صغير وطرق العلاج الحديثة الحقيقة الحقيقة من المفارقات إن إحنا بتدرينا نشوف ولاد الأطفال اللي كنا بنعالجهم الحقيقة فالواحد بيشوف إن هو قد إيه العمر بيعدي الحقيقة وقد إيه بيبقى شغله مثمر ويلدين يعني فالولاد الكبروا دلوقتي وتجوزوا وبتدوا يخلفوا هم عارفين كويس قوي لإن أنا من اليوم الأولاني بحذرهم بقول لهم يا جماعة إن شاء الله بعد عمر هتتجوز بنتك أو هتتجوز ابنك أرجوك أول ما يولدوا هتلي طفلهم على طول عشان نتطمن عليه وبالعكس كمان دلوقتي أثناء الحمل بنعمل موجات صوتية نتطمن على عين الطفل هو فرحم الأم لأن في بعض الأحوال ممكن نبدر شوية الولادة عشان نبتدي العلاجات فبالتالي الشخص اللي عنده صفة الوراثية اللي هو واخد الجين من الأم بيحصل إن هو بيبقى معرض إن يحصل معرض إن يحصل له أورام أخرى وده برضو لينك أو علاقة بين الجين بتاع ريتنوبلستوما ده بتاع صراطنات شبكية اللي تيجي في الأطفال والجينات بتاع الأورام الأخرى اللي بتصيب الجسم ككل السلطين الجايين دول هنوري إزاي لو الأم مصابة لكل الخلايا معرضة أو لو لو ما حدش مصاب وحصلت طفرة جديدة في البوايدة الملقحة اللي هو بعد ما الحالي المنى ويلقح البوايدة وكانوا كلهم سلام بتحصل طفرة في خلية خلية دي خلية في الشبكية وهنا الأورام بتحصل في عين واحدة مش في عينين فبالتالي الصفة بتفرق لو عندنا الوراثي أو عندنا الصفة اللي هي السبوراديك اللي هي بتيجي لوحدها كطفرة جديدة مهاش دعوة بالوراثة الحسن الحظ إن الطفرات الجديدة هي الصفة السائدة لأن يعني كنا بنقول إن دي نسبة حوالي 6% النسبة زادت شوية لحوالي 10-12% اللي هي الصفة الوراثية تمام ليه لإن إحنا الولاد بيعيشوا الوقت الولاد بيعيشوا بيتجوزوا وبتشوف الأمور ماشية زي بعدها الصورة 4 وصورة 5 هتوارينا الفرق بأن يكون الأب والأم عندهم الصفة الجينية هو عنده عين مفقودة تمام أو عنده العينين كان فيهم علاجات أخرى فوحدة نظرها ضعيفة أو حتى هو حامل يعني حامل المرض وما يعرفش إن هو الموضوع كده فلو شفنا لو قدر نشوف صورة 4 وصورة 5 لأستاذ الشام هتعبين أستاذ الشام النهاردة والله هنا الخلية الحمرة اللي هي فيها أوصية حمرة ده الكروموزوم بيروح الحيوان المنوي بيبقى مصاب بالجين بيلاقح البوايدة وفي بالتالي كل الجسم بيبقى عنده معرض أن هو يحصل له هذه الطفرة الجينية ويتكون أول ما يتكون سرطانات العين اللي هي المثل الكتلة البيضة اللي موجودة داخل العين دي أول ما تتكون تتكون في العين وتبقى في العينين وبتبقى بتيجي في سن أقل من سنة من شهور قليلة نبتدي نشوف نبتدي نشوف الصورة لا لا وهنا الحقيقة لو شوفوا البوايدة والحيوان المنوي عندهم الجين مظبوط الأبيض والأبيض ده الجين مظبوط فبالتالي خلفوا الطفل الطفل عنده كل جيناته مظبوطة تبتدي تحصل طفرة النقطة الحمرة اللي تظهر فيه الخلية اللي في العين بقى فقط في العين فالطفل ده اللي هو ما عندهش الصفة الوراثية هو الطفل اللي فيه الخلية بتاعته سليمة كلها وغير معرض ان هو يحصل له سرطانات في منطقة أخرى غير العين يبقى لو أنا عندي الصفة الوراثية الأم والأب مصابين يبقى أنا عندي كل سعادات كامل للجسم ان هو يحصل له أورام سرطانية لو لا الدول يعني ناخد بنا تماما ان احنا ما نعملهمش مثلا أشياء مقطعية الأشياء المقطعية برغم ان جرأة الأشياء فيها ولا يلا جدا 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 إلا اننا لو هو معرض ان الخلية يحصل فيها تفارات وتكون أورام ما بنعرضوش تماما الأشياء المقطعية عشان مش عايزين ناخد أي فرص زيادة لأي مرض محتمل هو مستعد لي إستاذ صلاح عنده استفسار فادر فنم يريد تصل بينا تاني بيجي الأشخاص سواء طفل صغير أعلى من سنة عنير اتنين عندها أورام سرطانية أو واحد تاني أكتر من سنة لغاية سنتين عين واحدة عندها أورام سرطانية بنعمل إيه للطفل ده بنفحصه ليه نزي محوري لكم كده في آخر الحلقة أسباب أخرى للحضقة البيضاء لعين القط احذر من عين القط شعار حلقة النهاردة احذر من عين القط في الأطفال فلما بيحصل كده بيجي نشوف نبص على عين الطفل ونشوف هل فيه أورام الأورام دي متعددة في كذا مكان الأورام دي في عين واحدة أو في عينين الجريدينج بتاعها هاي نبتلين نعمل حاجة اسمها ستيجينج إن احنا نصنف الورام ونصنف شدته وكثفته وانتشاره في العين بحاجات ستاندر حاجات قائمة والحاجات دي حالة نقشناها برضو في مؤتمر الأورام السابق أم أحمد عندها استفسار فضالي السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته كيف يا دكتور يا أهلا مساهدة فضالي سمحت يا دكتور أنا أمي عندها زي خمسة وخمسة سنة أو تفرنسة أنا مش متأكدة وقت التلفزيون خمسة وخمسة سنة ومش متأكدة إيه اللي في النص أنا مش متأكدة يعني عندها كمسة سنة بس يعنيها يا بدا يديها الصح والعمر مش مشكلة وقت التلفزيون ماشي إن شاء الله يعني 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 الرموش بتعيثها من فوق وقعة يا هرقى أبيض الواحدة يا كده الواحدة يجي ثلاث شهور وبس يعني كشفت كل دمرة والدكتور يقول لها يكتب لها على علاج وكده تاخده ولا يعمل لاش حاجة طيب يعني لازم ندور على سبب الرموش الواقعة وأكيد نستخدمها على قط نودان كده نحط نقطة ونعديها على الرموش مراتين ثلاثة في اليوم ثلاث مرات في اليوم دي بتطلع رموش في نسب كبيرة جدا فإن شاء الله كده لو نشوفنا الوالدة نقدر نوصف لك هذه الوصفة ودي وصفة بسيطة وفعلا فعالة فيعني ايه اه 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 الاطفال القاعدة العامة الاطفال اللي بيجوا بقى رموش على الرموش في اليوم الاثنين بنعمل ايه بنيجي نحطهم تحت العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي ده عبارة عن ثلاث أدوية بيتاخدوا على يومين او دوين بيتاخدوا على يومين في الوريد بعد طبعا ما نعمل ستيجينج و جريدينج للورا ودرجة انتشاره حتى فيه لو عندنا عين متأخرة دلوقتي برضو بنحافظ عليها لان الطفل الست شهور ده بنتديره فرصته او انا بنتديره فرصته كاملة ليه ان احنا بناخد القصة بالتدريج والقصة على بعضها كده ان احنا حنتدي ونتعامل مع الطفل ده ككل مش كجزء حنتديره العلاجات الكيميائية على بالتعاون مع داكاترت اورام الايون اورام الاطفال على يومين وبنتديره بنفوت عادة اول مرة وتاني مرة كل شهر الكلام ده بتاخد ست شهور ست جرعات والطفل بناخده نحطه قبل كل جرعة نفحصه ونبتدي علاجه والهو علاجه بيشمل حاجات كتيرة جدا هنحكي عليها بعد ما ناخد صالة ستزماليك تفضل فندم ستزماليك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبب ايه سبب ايه عند دمور في العصب البصري مولد بيه كويس دمور في العصب البصري اذا سابعك يا فندم اه ايه سؤالك سؤالي اللي قد لما والدي يوديني لده قطرة من ونطفل صغير يقولي لده مالوش علاج ده لان ونسا ما عملنا ايه تمام وبعدين روح الدكتور اخيرا من قامت عشر سنين قال الدمور اخد مجراء ومعادش نظرك حيدعف عن كده اليمن دول حاسس اللي لعاني ضعفة كويس روح انت متجوز يا سازمالك الدمور اخد مجراء ومعادش قل من ايه اه انت حاك متجوز يا سازمالك انا عند 62 سنة يا دكتور اه عندك ولاد يعني ايه عند ولاد هل حد من الاولاد عنده نفس مشكلة عيلة لا 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 ده انا مولد به انا مولد بالدمور دي حد في العيلة من طرفك عنده نفس المشكلة لا طيب وحاكب دلوقتي شايف متر مترين قدامك ولا ايه اه بس ليه عين خطت خالص والعين التانية قلت شوية فرحت الدكتور هنا ببرصعيد كتب لي على برشان الشرط ب15 جنيه واطرة 63 جنيه تمام خذت بالحضرتك ارد على حضرتك يا سازمالك حاضر طبعا سازمالك بيوصف حاجات وراثية اللي هو مولود بها فعلا قد تكون في الشبكية في بعض الحاجات اللي بتصيب الخلايا الضوئية بتاع الشبكية وتصيب العصب البصري في نفس التوقيت نحتاجين برضو نعرف اين نوع ده بنعمل فحوصات كتيرة بنعمل حاجات سازمال شبكية بس هو عادة طالما وصل للستين وتخطاها ولسه شايف بعض النظر قدامه فعادة النظر ده ما بيتدهورش وان شاء الله طمينك كده ان انت هتفضل شايف بهذا المقدار بقية حياتك خد بالك بالليل خد بالك من الحاتة الغريبة ما تمشيش في حتة غريبة لوحدك عشان ما يحصلش اي اصابات او اي كده ولازم نعرف النوع عشان نقدر تفيدك اكتر في هذا المجال اللي بنعمل ايه في موضوع الشبكية ده وأورام سرطانات شبكية في الاطفال اللي هي التوبراسطومة بنحط الولد على علاج كيماوي طالما قررنا نحافظ على عدنه علاج كيماوي ده اخدنا احنا اقتبسنا هذه القصة من زبائنة والأورام العموميين ان ما بيجي ورام بفوق الكيلة كبير او في طفل بيروح مديره وعليك كيماوي عشان يكششه وصغره فبالتالي يقدر يتعامل معاه جراحيا في العين نقدر نتعامل معاه بان احنا نموته سواء باستخدام الليزر الحراري او الكيب التبريد او نحنا نستخدم النظائر المشاعر الموضعية كل الوسائل ده متوفرة في مصر حقيقة من سنين طويلة اوي عشان كده احتفلنا بالمؤتمر الشقة وساطي الاول لأورام العيون لان ده بيعضت شغل 15 سنة حقيقة 15 سنة بالضبط هما تاريخ الاورام العيون والنقلة اللي حصلت فيها في مصر في فيديو رقم 6 يا أستاذ الشام لو تقدر تجيبهن ده بيوري ازاي بنعمل الكيب التبريد شايفين الورم اللي موجود على تحت شمال الشاشة عايزكم تلاحظوا البقع البيضة دي شايفين بتنتشر ازاي هنا بنكوي بالتبريد ده الكيب التبريد للورم وهنا حنقضي تماما على هذا الورم دي صورة الحقيقة نادرة من مرضانا من مرضايا أنا بنصورها بالفيديو ونشوف شايفين البقع البيضة دي ده عبارة عن الفريزر لما بنحط فيه تلاجة بنحط فيه مية شايفين بتجمد ازاي هذه بالضبط ازاي ما بيحصل لو حطينا ازازة مقفولة في الفريزر تنفجر احنا بنبرد هذه الخلايا السرطانية ونفجر هذه الخلايا السرطانية موتها بالتبريد بنوصل درجة الحرارة هنا ناقص 80 درجة وناقص 60 درجة فبالتالي احنا بنقتل على طول الخلايا السرطانية الموجودة في العين وبندمرها تماما من مصطحة الطفل لو لاحظتوا الدايرة الحامرة العصب البصري ومركز الابصار سلام تماما فهذا الطفل حيشوف بقية حياته نظر كويس جدا باذن الله قد نحتاج نكرر ده مرة او اثنين او تلاتة كل شهر على حسب الاستجابة لغاية ما يبقى الورم مساوي بساط حرقين والدنيا تبقى مستقرة تماما في هذا الاتجاه هنخرج فاصل صغير ونرجع لكو بعد قليل ابقوا معنا اللي يتحدثنا عن اورام العيون موسيقى 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 هاتي العيون النهاردة نتكلم عن اورام العيون بذات اورام شبكية الاطفال السرطانية الرسالة النهاردة ان لو ظهر حاول في طفل صغير لازم ناخده فورا للدكتور عشان اقلم سنة يفحص شبكية اطفال حضانات شهر بعد الولادة الامة ما تيجي لازم نفحصهم شبكية ضرورة جدا الامة اللي ما تيجي تشتكي لازم نحترم تماما شكواها بذات في اول سنة في عمر الطفل ولازم نتحرد دقة دقة المتناهية في فحص العين وناخد وقتنا نحن نوسع العين ونبص على هذه الاورام من خلال برضو الحاجات اللي نشاء نعيشها للمطموشاقة قصتي الاول لاورام العيون الحالات المتأخرة في مصر كتير لأسف بتيجي الحالات في مرحلة متأخرة طب نعمل ايه؟ العين مليان سرطان والدنيا دي مش حلوة قوي والسرطان ده بيكبر وبيهدد حياة الطفل العلاج الكلاسيكي التقليدي ان احنا نقول والله احنا وصلنا مرحلة لازم نستقص العين العين دي ما بتشوفش العين دي مش كويسة العين دي الورم اللي خرج منها وصل العصر بصري والمخ هيهدد حياة الطفل فيبقى ملوش اي لازمة وخلاص ده قضاء ربنا بقدر ولازم نقبل هذه الخطوة المهمة اوقات يعني الحصن الحظ ان عادة العينين ما تبقوش في نفس المحللة متقدمة يعني نادر جدا ما تلاقي الاثنين جايين في مرحلة اخيرة او مرحلة خمسة من المرض او استيج اي من المرض مرحلة اي من المرض فبالتالي لو حصل كده يبقى احنا مضطرين نحنلجأ لحلول صعبة من ضمن الحاجات البردو اللي احنا دخلناها مصر من حوالي 4 سنين كده فاتوا في 2012 و2011 الحقن داخل الشوريان احنا عندنا لو تفتكروا او تعارسوا معنا الناس بتعمل اصطرة قلب دلوقتي حممكن نعمل اصطرة للمح ونخش جوه الشوريان اللي بيغزي العين ونحقن دوى كيماوي محصوص كده يدخل العين ويؤثر على الورم في مرحله المتقدمة يمكن الصورة اللي جاية دي صورة رقم 7 والفيديوهين اللي بعدها بيحكوا هذه الحكاية شوفوا هنا الورم قد ايه كبير وقد ايه مالي عين الابيض مساحة البيضة اللي فوق الصورة الشمال وبعد اتنين سايكل من الحقن الشورياني الورم انكمش تماما وانكمش بالراجعة ولان دي بتاني تشوف تاني فاحنا هنا حولنا مرحلة متقدمة الى مرحلة كويسة قوي في اورام العيون السرطانية في الاطفال وبالتالي بنقدر نعالج الورم اللي كاش ده بالعلاج الحراري وبالليزر حراري بنظائر المشاعة بالتبريد واعتقد ده فيديو او الصورة اللي بعدها فيديو هنا احنا جوه الشوريان عن طريق العين شايفين الاسطرة اللي بتلعب دي هو دكاتر تحيير الاشطرة التدخلية مهرة جدا جدا في ان هو يدخل شايفين الشوريان او الاسطرة هتخش جوه الشوريان الصغير ده وتغذيه وتروح مديا جرعة العلاج الكيماوي اللي بتخش جوه عين احنا هنا دخلنا جوه الشوريان وبنحقن الدواء في هذه المرحلة على 30 دقيقة عشان يوصل الدواء مركز داخل الشوريان الرئيس اللي بيغزي العين فبالتالي يوصل الدواء مركز داخل العين من نفسها ويوصل جرعة كبيرة دي الاورام فبالتالي يظهر لو تاخدوا بالكم الحذقة البيضاء اللي على الشمال تختفي تماما هنا الورم ديب واتلنا الخلايا السرطانية الخبيثة الكبيرة ودي نفس العين بعد جرعتين او 3 جرعات من الحقن الشورياني قدرنا نحافظ على العيون اللي جاية في المرحلة المتأخرة دي فبالتالي ادجحنا في ان احنا نسيطر على حوالي 60% يعني 60% من العيون اللي بتيجي في مراحل متأخرة والحيان ده إنجاز انك 100% منشيل العين وحتى لو وصلنا لشيل العين استقصار العين يعني ما نخافش لأن الموضوع ما بقاش بقصوة زمان ليه يعني ايه يعني احنا بما بنيجي نستقصر العين بنعوضها بحاجة اسمها كرة مرجنية بنحط جوه العين حاجة بنربط عليها العضلات وبنحط في الآخر عين صناعية خارجية كده مطبع على مداخل العين وبتتحرك في الاتجاهات والحقيقة كتير في الأحيان ما بنحظش ان عين دي مستقصرة فبالتالي يعني ما نقلقش لأن احنا الهدف الكبير لما بنعارج أي سلطان في الجسم هو الحفاظ على الحياة فلو كان الحفاظ على الحياة ده تمنوا ان احنا نستقص العين خلاص هنعمل ايه هذا قضاء ربنا وقدره وإحنا حاولنا اول مرض مستعصي وغير مستجيب العلاجات فعنشي ليه يعني موضوع بهذه البساطة وهذا الوضوح في ذهني الحقيقة وننقل هذا الشعور للأب والأم وتسعة وتسين في المهم نفس التقبل لأن لما بنوريهم لو سبنا هيحصل ايه كله بيخاف على حياة وصحة الطفل يعني ما فيش حد حياة ده حيرضى لابنه ان هو يسمح به انتشار وراء مسلطاني فيه ويؤثر حياته وانتنقل لمراحل علاجية مختلفة تماما عن الوضع اللي احنا بنعالج فيه مدام هودة عندها استفسار تفضلي فن هلو ايوة السلام عليك الدكتور رهاب وعليكم السلام وحكرا وانا عندي دكتور ستين سنة وانت ندارة ودايما الندارة حس انها مغييمة افضل ادعك في عناية حس ان عيني فيها زي شفاعيرات كده رحت المستشفى قالوا لي عندك مية في العينين في دكات يقول له عندك وفي دكات يقول له لا هو مين اللي بيشوف باينه يا فندم انا ولا حضرتك انت بيشوفي باينك وانا بيشوف بايني صح او لا هل نظرك متأثر يعني هل قوة الابصار بالندارة مختلفة لما بتفرجع تلفزيون وتشوفي البانر اللي تحت ده هل في حاجة اختلفت انا عندي عين ضعيفة جدا بالعين السليمة بالعين السليمة شايف طيب خاص يبقى اي المشكلة المريض بيشتكي ودكتور بيقف على شكواه عمر ما كانت الماء البيضة انك تجيلي اقولك انا عايز اعملك ماء البيضة وانت يا بتشتكيش وقعو نظرك ستة على ستة بالندارة فالقصة يعني واضحة يعني طالما انت يا بتشتكيش من نظرك ما تخليش حد يعملك عمليات عمليات ليه انت شايفة ستة على ستة بالندارة ده رقم واحد رقم اتنين الخيالات اللي انت بتشوفيها دي ملاشي علاقة بما البيضة دي عبارة عن خلايا بتعوم في السائل الزجاجي من وراء العين عملنا حلقات كتير جدا عن الموضوع ده ودي خلايا جسمك الطبيعية بعد شوية هتروح وتستقر تلات حاجات مهمين لو كترت فجأة الشعارات دي بقت تأشرين شعيرة او نقطة او دايرة او زي ما انت عايزة فجأة او ظهر معاها فلاشات في اتجاه معين كده ضوء بيضوي او لقيت فيه ستارة نزلة على عين الواحدة وهي وانت بتختبريها مغطية جزء من الابصار يبقى في الحالات دي احنا محتاجين نشوفك فورا غير كده فانم بسطي بنظرك وبسطي بعنيكي اه من حاجات اللي هي بتغلطنا في او بنخطلخبط فيها في الاورام العيون حاجات اخرى بقى ودي نسبة تشخصنا دي هزادت جدا فنسبة الحطأ بتقل جدا منها لو الانبوبة طفحت يحصل حاجة اسمها كوتس ديزيز ياريت نشوف الصورة اللي بعدها وهنا الحقيقة هنا الحقيقة دي بنتكت عندما الحرة متأخرة من الاورام عرجناها والحمد لله كويسة حال الصورة اللي بعدها يا سيد الشام هنا شايفين العروق قد ايه مش منتظمة هنا مش ورم سرطاني ده حاجة اسمها الابيض ده كوليسترول تحت الشبكية فالدنيا بتبقى مصفرة شوية يا ترى الفيديو جاهز اللي بعدها على طول احنا حياة ابتكرنا تكنيك كده ونشرتناها دوليا هشتعى الفيديو يا سيد الشام اللي فيه هنا بنتعرف على الورم وبنتعرف عن الخلايا غير الطبعية دي مرحلة متأخرة التشريط هنا بإفسعات في غاية الصعوبة وشايفين العروق مش طبعية زي الأصفر ده مش الأبيض بقى الأصفر ده عبارة عن كوليسترول تحت الشبكية بنقدر نصلح ده بان احنا نشيل هذا الكوليسترول او هذه شايفين العروق مش طبعية زي وبنقضي وقت عشان نعرف الفرق لان في أوقات الفرق بيبقى بسيط بالمرة وعشان نقدر نشخص هذا هذه المشكلة بدقة متناهية شايفين العروق هنا بشاور عليها برضو كنحية تعليمية للطلبة وزماين الحقيقة النواب والخصائين عشان نقدر لهم يا جماعة الفرق في العروق هو ده الفرق الوحيد اللي خلينا نعالج العين دي واحنا متطمنين ونحاول نرجع عليها الإبصار مرة تانية فبالتالي اللي نقدر نتعامل مع هذا الموضوع تعامل كويس بنيجي على بياض العين وبنعمل بنعلم على بياض العين بماركر وبنعملها كأنها عملية ما زرق كبيرة كده وبنقدر يعني نقدر نمتص السوائل تحت الشبكية وحواريكم قد ايه الأمور بتبقى صعبة الكوليسترول بيبقى عبارة عن دم متخلط بكوليسترول وحاجة بتبقى في منتهى الصعوبة اللي في الدنيا فبالتالي نقدر هنا نرجع الشبكية مكانها وقادي صاحب ذلك رجوع بعض منها الإبصار خدوا بالكم إن الأمراض دي أمراض مزمنة بتحتاج تدخل مرة واثنين وثلاتة هنا احنا بنشيل جزء من جدار العين عشان نقدر نشيل السوائل تحت الشبكية ونقدر نرجع الشبكية مكانها اللي طالع الأصفر قدامنا ده ده الشبكية هنا بندخل بيكانيورة صغيرة جدا رفاعة جدا جدا وحواريك وقد ايه الحياة المسكين الصغير الجميل ده شايفين الأصفر اللي طالع ده ده دهون ونزيف وكوليسترول تحت الشبكية عمل لها انفصال عنيف فبالتالي ده 12 دوليا من سنين من 2010 ودي أصبحت الطريقة الستاندر في الدنيا كلها في التعامل مع المرض كوتس أو مرض اللي هو العروق غير الطبيعية الشيطانية اللي هي بتطلع لجواها ويعني نرجع بيها الشبكية بس حواريكو هنا في عجالة جدا شايفين ده سوائل طالع من تحت لين يا جماعة يعني شايفين السوائل ده طالع كله عمل انفصال شبكي تام من الحاجات المهمة الأخرى الولادة المبكرة المبكرة وطفل الحضانات طفل الحضانة مهم جدا جدا رسالة واضحة ده بيظهر برضو بحذقة بيضاء لو ما شفناهوش شهر بعد الولادة هنا مرحلة متأخرة من البرد للأسف قدراتنا بتزيد شوية بتتحسن في ان احنا نقدر نصلح ده ولكن واجبنا ان احنا نمنع ده بان احنا نكشف عن طفل الحضانة شهر بعد الولادة مهم جدا جدا يعني احنا الوعي جرز المبانونج ده وعي عام شهر بعد الولادة لو دكتور الأطفال نسي فيه وخضم حاجات كتير أو بيعملها المحافظة على حياة الطفل الأم والأب بيفكروا يا دكتور احنا عايزين نفحص عين الطفل ده من الأسباب الأخرى الأسباب الولاثية زي الحاجات الخلقية اللي بتعمل غشاء وراء مركز وراء العدسة بتاعترعين غشاء أبيض وراء العدسة ترعين وده من الحاجات اللي بنقدر برضو نعالجها بعد ما نشخصها تشخيص مظبوط في حلقتنا النهاردة نقشنا الحضقة البيضاء أو عين القط وقلنا والله يا جماعة احضر من عين القط وقلنا والله جزء كبير من اللمع البيضاء جزء كبير أو جزء صغير من الحوال اللي بيظهر أو ضعف الإبصار اللي الطفل ما بداش عبر عليه غير بأنه بيظهر أنه محول أو عينه بتلمع ده في منتهى الأمان النهاردة ننزل للدكتور العين المتخص النهاردة دلوقتي مش كمان ست ساعات دلوقتي حالا ننزل وإحنا متطومنين تماما ونروح عشان نعرف التشخيص قد يكون التشخيص ببساطة مياه بيضاء سهل حنشيلها قد يكون التشخيص بخطورة سرطان في شبكية ريين لاتنبلستومة حنعالجه لأن مراكز في مصر بتعالج ده مراكز قليلة جدا ومعروفة قد يكون ده عيب خلقي حنعالجه قد يكون ده عيب خلقي في الأوعية الدموية حنعالجها فأصبح مساحة اللي بتعالج كبيرة ولكن هنا لازم نفهم أن في من أصعب التعامل الأشياء في التعامل مع المريض الحاجات الخلقية منفتح لها باب حاجات نتيجة الإهمال مش المفهود تخلص في مصر طفل الحضانة شهر بعد الولادة لازم نفحص باكيته مهما كان بالذات الأطفال اللي هم أقلم كيلو نص وأقلم 32 أسبوع ولادة وتحطوا في الحضانة ودكتور الأطفال اضطروا يحطوا على تنافس الصناعي وده مفيش مجال أن احنا نفقد هؤلاء الأطفال عشان ما يجوش بالمنظر لنا ويتهركوا من شوية ويجي احنا مضطرين نعمل جراحات كبيرة نتائجها بناحية النظر نتائج قليلة ونتائج مش يعني الولد يدوبك يعرف يمشي يمسك القلم ويخط لما ننجح ونسبة النجاح ما بتبقاش عالية زي الأمراض الشبكية الأخرى في الكبار يبقى يعني كل ده في منتهى الأهمية أن احنا ندرك أبعاد الحضاق البيضاء واحضر من الحضاق البيضاء واحضر من عين القط وانزل فورا فورا شوف دكتور المعالج علشان دايما في الأمراض المستعصية الاكتشاف المبكر هو اللي بيدينا أفضل نتائج ما تنسوش أطفال الحضانات ما تنسوش أورام شبكية السرطانية اللي هي كتيرة في مصر مالهاش دعوة جواز القرائب ما تنسوش الأشياء الأخرى اللي نبقى يبقينا نقدر بحلها ومنشور لنا أبحاث دولية بترق العلاج لأن احنا برضو بنشوف في مصر الأشياء الصعبة والأشياء المستعصية الحقيقة ما سعنيش إلا أن أنا أقولوك كل سنة طبيبين زمائلنا لإخوة الأهل يعني أهلينا لإخوة الأقباط كل سنة وأنتو طيبين يا رب السنة الجاية يا رب تكون سنة أحسن على مصر وأنا عارف أن هي حتكون سنة أحسن على مصر كلها خير للشعب المصري كلها نتاج حنشوف نتاج الشغل كتير قوي اللي بيحصل وإحنا مشواخدين بالنا منه أو عاملين مشواخدين بالنا منه وإن شاء الله يا رب الخير ليكو والسعادة ليكو والطمأنينة لبلدنا وكل عام وإنتو طيبين ونشوفكو على خير السنة الجاية بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة